احمد زاكي بدأ كنبارسي ودي طبعا أنا باعتبرها بداية عظيمة لأي حد فكرة أنه ناس عاد ما تقولش لا سامير احمد بتقول في ناس هين درسهم بتقول تبدأ كنبارسي ايه المشكلة ماضية كان يحمل حربة في حاجة اسمها القاهرة في ألف عام كان قبرت في مصلح البلون وكان بطول السعيد صالح وكان بيحمل مجرد حربة كده ولكن سعيد صالح هذا الفنان الرائع أرى استشعر أن الجدع ده الأصمر ده عنده موهبة كان سعيد احمد زاكي اسمه أحمد زاكي عبد الرحمن ليه الناس هتستغرب لأن كان فيه ممثل ومخرج واستاذ في معهد المسرح كان أستاذ احمد زاكي اسمه أحمد زاكي أنا عارف الجيل ده ما يعرفش الاستاذ ده بس ده كان معروف في ذلك الحين فبالتالي فكان اسمه الأولاني يا أحمد زاكي عبد الرحمن ثلاثي بعد كده بقى أحمد زاكي المهم سعيد صالح التقته من وسط المجموعة دي كلها وهلوش على بي اللي هي بطولة سعيد أول مرة فاكرة المشاهدة كان بيطلع نفسه يمثل وكان بيقلل بنحمود الميليدي كان باختيار وبتعديد من سعيد صالح بعد كده أخده في مدرس المشاهدين بعد كده مشاهدين برضو لها كان بتاع صلاح لابن نديره لعمر والصح صلاح صلاح السعداني صلاح السعداني صلاح السعداني كان عايزين يلعبوا بالأوراق كلها كان قبليها صلاح السعداني بيصبق أحمد زاكي نجومية طبعا طبعا أحمد زاكي أسبق بكتير أحمد زاكي أسبق آسف صلاح السعداني أسبق صلاح السعداني طبعا طبعا صلاح من الستنيات نجم 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 في التلفزيون المصري نقول في الشمس وغيره المهم فكان سمير خفاجة المنتج عايز يلعب بأوراق أجمل أوراق اللي عنده عنده سعيد وسعيد أياميها سعيد صالح كان اسمه أكبر من عادل بالمناسبة من عادل إمام ده التاريخ وكان بيعتقاد أجر من سمير خفاجة أكتر من عادل يعني هو ده التاريخ الحقيقي المهم فكان عايز كمان يدفلهم صلاح يبقى معك يعني مع دولة يونس صلاح ويونس وهد المجوري المهم فصلاح توليفة عجيبة بصراحة وسكر توليفة تجنن المصرحية دي بعدين يا أستاذ دور يعني مهما يمر السنين وبتتفرج عليها للمرة المليون برضو بتتحق طبعا وبعدين صلاح ارتبط في ذلك الحين بعمل في مسرح الدولة فمقدرش يعتذر عنه فاستعانه بحمد زاكي بناء على أنه سعيد برضو وصلاح قاله لأ فيه ودء أسمر كده يلعبه واستمرت مسيرة أحمد طبعا أحمد مش مسرح جي قوي يعني قوة ذروة أحمد ممكن تلاقيها في السينما وفي التلفزيون أكتر من المسرح هو بعد كده هتلاقيهم انتقلوا للعيال كبرة المجموعة دي بس معادة عادل راحوا المسرحية اللي بعدها ولكن أحمد فعلا الذروة الحقيقية أو الذرة الحقيقة تلاقيها في السينما سوما التلفزيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر